موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة لكم أعزان المشاهدين إلى حلقة جديدة من لقاء خاص ضيفنا في هذا الأسبوع ضيف كبير وقدير هو فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق قسوم من مواليدي عام 1933 بمدينة المغير التي أصبحت ولاية الآن والتي تبعد عن عاصمة ولاية الوادي بالجنوب الشرقي الجزائري 120 كيلو متر اكتحلت تعينا ضيفنا الكريم الكبير بطيف العربية وبنسمة الحرية من لبن الأم ونسيم الصحراء الشاسعة منذ أن أبصر النور على أديم البسيطة مما جعل خياله واسعا وتفكيره خصيبا وأسلوبه سهلا ممتنعا ضيفنا القدير شخصية بارزة من شخصيات الجزائر والعالم الإسلامي شغل عدة مناصب قبل أن يترأس جمعية العلماء المسلمين لثلاثة عشر عاما كان عضوا في المعهد الإسلامي الأعلى وأمينا عاما للمترجمين الجزائريين كما عين مديرا للمعهد الوطني لأصول الدين بالجزائر وغيرها من المناصب الرفيعة الكثيرة التي جعلت منه شخصية مخلصة للوطن وملتزمة بثوابت الأمة العربية والإسلامية والقضايا الوطنية له العديد من الكتب التي نشرت والتي تحت النشر منها كتاب عبد الرحمن الثعالبي والتصوف مفهوم الزمن في فلسفة أبو الوليد ابن رشد مدارس الفكر العربي الإسلامي تأملات في المنطق والمصب نزيف قلم جزائري مفهوم الزمن في الفكر العربي المعاصر باللغة الفرنسية فلسفة التاريخ من منظور إسلامي قراءة إسلامية معاصرة تأملات في معاناة الذات وكتاب آخر هو مفاتيح الكتب والذي فيه مقدمات عن الكتب التي قدمها لأصدقائه من المفكرين والعلماء وليس أخيرا إن شاء الله كتاب أيامي التي لها أيام رحبوا معي بفضيلة الأستاذ الدكتور العالم عبد الرزاق قسوم الرئيس الشرفي الآن لجمعية علماء المسلمين الجزائريين وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مرحبا بفضيلتكم معنا في هذه الحلقة أهلا وسهلا سعيد جدا أنا بهذا اللقاء الطيب وأنا خجول مما تفضلتم بتقديمي إياه وآمل أن أكون في مستوى ما تتوقعونه مني شكر الله لكم هذا التواضع فضلت الدكتور وأنتم أكبر من ذلك ولكن حاولنا أن نلخص جزءا من هذه الحياة المديدة بحول الله شكرا أن تزيل في سبيل العلم والحرية وفي سبيل الاستقلال أيضا اسمح لي فضلتكم أن أبدأ معكم من كتابكم الأخير الذي هو التخت الطبع الآن وهو بعنوان أيامي التي لها أيام ماذا حاول فضلت الدكتور أن يقول في هذا الكتاب بعد عمر طويل أنت من موليد عام 33 نحن نتكلم عن 91 سنة بفضل الله تعالى حفظكم الله ومنحكم الصحة والعافية تفضل أنا سعيد جدا كما قلت سابقا بهذا اللقاء الذي هو فسحة عقلية وفسحة ثقافية أستطيع من خلالها أن أطل على مشاهديكم الأفاضل وازددت ثقة وازددت طمأنينة بهذا التقديم الذي تفضلتم به وهذا الجو المناخ العلمي الذي يسود هذه القناة التلفزيون رائدة أيامي التي لها أيام هي نوع مما يسميه البعض بالمذكرات وهي تسجيلات انقباعية لبعض الأحداث كما عشتها ولكنها أحداث تستوقف الإنسان وتلقي عليه مجموعة من الأسئلة ففي هذه الأيام التي لها أيام يعني التقيت بشخصيات ذات وزن ثقافي التقيت يعني عشت أحداث وأزمات تستحق أن تسجل وحاولت أن أستخلص بعض المعاني من هذه الأحداث وهذه الشخصيات التي تعاملت معها ثقافياً علمياً سياسياً وما إلى ذلك فهي يعني موسوعة من الأحداث بأسلوب التليكس بمعنى أنني أحاول فقط أن أنبه إلى هذه الأحداث دون الغوص في أعماقها لأن الغوص في أعماقها كل حدث يتطلب كتاب معين تذكرني فضلتكم بكتاب دروس التاريخ الذي كتب بعد موسوعة في قصة الحضارة لويل دورانت نعم ما الدروس المستفادة؟ ما الأيام التي لا تنسى في تاريخكم الشخصي وفي تاريخكم العام بمعنى تاريخ الذي عشتموه في قضية الجزائر في الثورة في حياتكم العلمية هناك محطات لا شك أنها تستحق التوقف وتستحق أن تستفيد منها الأجيال التي تشاهدنا الآن وتتابع فضيلة الدكتور كل محطة من محطات حياتي لو تأملتها بدقة وبعمق تستحق أن تستوقف مثلا أبدأ بطفولتي طفولتي كانت مليئة بالأعمال الإيجابية النافعة لماذا؟ لأنني نشأت وسط عائلة إسلامية محافظة إصلاحية ما معنى إصلاحية؟ لأن في ذلك الوقت الإصلاح هو اللي تابع لجمعية العلماء نعم فهذه البيئة من أب وأم صالحين ومصلحين عبد الله عليهما رحمهم الله عامل على أن أكون في نفس اليوم على محطات ثلاثة أقوم لصلاة الصبح يوقضني والدي لصلاة الصبح أبدأ في تعلم الكتاتيب القرآنية لغاية الساعة الثامنة صباحا أذهب إلى الكتاب المدرسي يعني المكتب المدرسي لغاية المساء الساعة خامسة أذهب إلى المدرسة العربية لجمعية العلماء فوقتي من النجمة إلى النجمة إذا صحت من صلاة الصبح إلى صلاة العشاء وأنا موزع بين هذه والحمد لله كل جهة من الجهات أخذت منها أشياء مهمة جدا فأنا حافظت القرآن وأنا ابن حداش سنة نعم حافظت القرآن وبدأت أعلمه لزملائي في سني كنت أنا أساعد المعلم على تحفيظهم القرآن في المدرسة الفرنسية التي كنت أعلم فيها مع أنها كانت معادية لنا وكنا نحس بأنها طبعا معادية لنا لكن بعد الاستقلال اكتشفت أن المعلم في ذلك الوقت المعلم الفرنسي في ذلك الوقت اللي كان علمنا كاتب في ملاحظاته علي أن هذا سيكون له مستقبل وأنا لا أعلم هذا لكن هو يعني بحنكته وبدكائه وطعبته كتب في الملف التاعي أن هذا التلميذ ولكن قال عيبه أنه يخالط المدرسة العربية هذا من عيوبي لأنه كان يعتقد لا يريدك أن تتعلم العربية أو أن تكون مثقفا عربيا هو هذا من عيوبي بالنسبة إليه فكتب هذا وأطلعني على هذا الزميل الذي حل محله في المدرسة الفرنسية قال لي شوف ماذا كتب عنك وبالمقابل كتب عن تلميذ آخر أيضا هذا عنصر خاطير على المجتمع والأسف الشديد قتل هذا كثير ودخل السجن بعد مدة سنوات ماذا الكلام نعم نعم أنا لم أعلم هذا إلا بعد هذا الشيء يعني حقيقة عندما أعود إلى تعليم القرآن المعلم في الصباح الشتاء يعني الشتاء يأتي بالماء المتلج ويصبه علينا حتى لا ننام الله هذا يعني كذلك أشياء لا يمكن أن ينساها في المساء هذا في جمعية العلماء لا هذا الكتاتيب القرآنية هذه خاصة نعم نعم في جمعية العلماء في المساء أيضا يأتي المعلم يعلمنا العلوم الحديثة والأناشيد الوطنية وهذه تابعة جمعية العلماء فكنا نمزج بين هذه الكتاتيب هذه المؤسسات الثلاث في محاولة مننا لبناء شخصية متوازنة كان يقول لي والدي عبدالعي يقول لي تعلم العربية هذا دين ودنيا تعلم الفرنسية هذا للدنيا فقط لكن نحن لازم نأخذ نصيبنا من الدنيا ولا ننسى نصيبنا من الحياة الأخرى وفيما بعد درست باللواة الفرنسية طبعا هذا نعم إذن أنا سأغير في ترتيب الأسئلة وفقا لما تفضلت به جمعية العلماء إذن كان لها فضل كبير منذ طفولتك الأولى إلى أن أصبحت رئيسا للجمعية رئيسا فعليا لها لثلاثة عشر عاما والآن رئيسا فخريا وشرفيا لهذه الجمعية في تكوين إيقاظ الوعي الوطني إيقاظ الوعي الإسلامي تكوين الشخصية المسلمة ما دور هذه الجمعية التي وصفها الأستاذ محمد الهادي الحسني وصفا عجيبا في الحقيقة عندما قال بأنها خير جمعية أخرجت للناس من وحي القرآن الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس الأستاذ محمد الهادي الحسني هذا أيضا هبة الله للجزايا حقا الله موهبة يعني وهبها الله بالإصلاح باللسان وبالقلم فمن خصائصه لا يتكلم إلا بالآية يوظف الآية توظيفا أحيانا بالدعابة وأحيانا بالموعد العسنة ولكن دائما لا يقول إلا كلام سليم فهو عندما تكلم عن جمعية العلماء كان محقا بأنها حقا خير جمعية أخرجت للناس الله لماذا هذا؟ لأن هذه الجمعية كما قال عنها الشيخ الباشير بايب لو لم تكن جمعية العلماء لكانت الززائر مثل الززائر الواق واق الززائر الخالية التي ليس فيها شيء فجمعية العلماء هي التي أعادت للجزائر وجهها الحقيقي وأعطتها البعد المفقود في ذلك الوقت ولو شئت أنا توسع شوية في هذا الموضوع لا يتكت تفضل نعم جمعية العلماء أنشئت في 5 مايو 1931 بمعنى سنة بعد انقضاء مئة سنة على الاحتلال الفرنسيون عندما احتفلوا عندما أحيوا المئة سنة كانوا يعني استفزازيين إلى أبعد الحدود نعم استفزازيين أنهم طيلة سنة وهم يحتفلون بهذا الحدث وقال قائلهم زاعما أننا لا نحتفل فقط بانقضاء مئة سنة على دخولنا هذا البلد واحتلالنا لأوه ولكن نحتفلوا بتشييع جنازة شيء اسمه الإسلام في هذا البلد وتشييع جنازة شيء اسمه العربية في هذا البلد وتشييع جنازة شيء اسمه الجزائي في هذا البلد ثلاث مدنسات الصلف والوقاحة المعهودة لكل استعمار واحتلال ولذلك لما جاءت جمعية العلماء بنت مبادئها أو ثلاثيتها المقدسة بنتها على هذا الأساس بشكل مضط الإسلام ديننا وكذب من قال بأننا نشيع جنازة الإسلام العربية لغتنا وكذب من قال بأننا نشيع جنازة اللغة العربية والجزائي وطننا وكذب من قال بأنها فرنسية على أنقاض هذه المزاعم قامت جمعية العلماء فكانت خيب جمعية طويلة الناس نعم لماذا هذا الكلام؟ لأن جمعية العلماء اتسمت أولاً بالشمولية الشمولية الوطنية معناها لم تغفل أي منطقة من مناطق الوطن نعم ثانياً اتصلت بكل من له سلة بالثقافة الإسلامية في الوطن نعم بمعنى الإباضي، السني، الشيحنا نحن لدينا شيعة لكن المالكية وهم الأغلبية الإباضية وهم الأقلية الثانية وبعض الأحناف لنتيجة وجود التوكي في الجزائر كان بعض الأحناف هذا كل واحد منهم إلا وردود ثانياً المناقق المختلفة المتصوفة، الزوايا ما إلى ذلك كلهم كانوا تحت لواء جمعية إذن كانت جامعة جامعة لكل هذا الشيطان ثم جمعية العلماء أهتمت بكل فئات المجتمع من الأطفال إلى الشباب إلى الكهول إلى الشيوخ إلى النزا ناهيك أنها كانت لتشجيع تعليم البنت تعفي البنت من دفع رصومات التعليم مجاناً قال هات بنتك لأن كان عندنا هكذا بعض المفاهيم أن البنت لا يجب أن تبقى في البيت وهذه مفاهيم مغلوطة فهم قاوموا هذا بعدم يدفع أي شيء على البنت جيب بنتك تتعلم وما فيهاش أي شيء الولد يدفع والبنت لا تدفع الكشافة أيضاً الشباب الكشافة واهتمام بقوة القدم وألعاب القوة والنوادي وما إلى ذلك تنوع في كل المجالات وليس فقط في العلوم الشرعية لا وأصبحت مكان اجتذاب لكل من يريد أن لكل أقطاب فئات المجتمع التمثيل أيضاً المصرحيات تقدم بلال المصرحيات الهادفة طبعاً التي أنا أذكر أننا كنا تلاميذ كانوا يأخذونا في بعض مباديس في أقسنطينا جاء يوسف وهبي وقدم مصرحية الخيانة العظمى الخيانة العظمى معناها العودة إلى فلسطين الخيانة التي وقعت في فلسطين نعم فعندما انتهينا من المصرحية قال أحد علماء جمعية علماء وهو شاعر الجزائر سبو محمد العيد آل خليفة قال الخيانة العظمى من لم يشاهد الخيانة العظمى شكراً لأهميتها الثقافية والتعليم لأهميتها أيضاً جاء فيه بظهر الإسلام لطا حسين اخذونا إلى السينما وبعد ما اخذونا شكل الفيلم قالوا أن كل واحد يعطينا انتباعه على ما أعجبه في الفيلم وما لم يعجبه جمعية العلماء كانت متفتحة يعني على كل قضايا العطفة في ذلك الوقت نعم فكنا والحمد لله وهذا يحيلنا دكتور إلى الدور المنتظر دائماً من جمعيات العلماء واتحادات العلماء وهيئات العلماء ومن العلماء بشكل فردي في محطات مهمة من حياة الأمة العربية والإسلامية سنأتي من خلال ذكركم الآن أو إجابتكم على سؤال تكرماً سنأتي إلى الحديث عن دور الجمعية وعلمائها في تصدي والتحدي والاشتباك مع الاستعمار الفرنسي ولكن نريد أن نرى اليوم بعين العالم الجليل الذي عاش قائداً لهذه الجمعية وعاش فيها تنميذاً لفترة طويلة عقود طويلة كيف ينظر ويقيم دور العلماء الآن ولسيما أننا نعيش معركة طاحنة مع المشروع الغربي الاستعماري الإحلالي الاستيطاني في فلسطين متمثلاً بدويلة الإبادة الجمعية المسمى إسرائيل اليوم والجميع يسأل عن دور العلماء منذ السابع من أكتوبر حتى هذه اللحظة كثيراً ما نتساءل عن دور العلماء وجمعيات العلماء وكيف يمكن أن تبادر لقيادة الأمة نعم السؤال في منتهى الأهمية وفي منتهى الحساسية كذلك نعم لماذا؟ لأن لا ينطبق فقط على جمعية العلماء المسلمين بلا شك لكن ينطبق على كل علماء الأمة الإسلامية الآن وهذا يعني يحيلنا إلى سؤال خاطئ جداً ما هو المطلوب اليوم من جمعية العلماء أنا للمقال الأسبوعي اللي أبعت به دائماً إلى صحيفة الشوق اليومية يطلع يوم الخميس هذا المقال اللي اكتبته اليوم صباحاً مفاهيم في حرب غزة يجب أن تصحح مفاهيم يجب أن تصحح من بين هذه المفاهيم موقف العلماء من ما يحدث في غزة نعم لأن موقف العلماء من ما يحدث في غزة هو لا يكتفي بالتنديد فقط لا يكتفي بالبيادات فقط ولكن ينبغي أن يكتسم بالضغط على الأنظمة للدخول إلى معركة غزة نعم وإيقاف هذا المجادة لأن هذا وصمة عاف جبيل الأمة الإسلامية نعم أن يتمادل هذا العدو بدون أي عقاب بدون أي عقيم بدون أي كده هذا والله لعنة تلاحق كل من عنده ضمع في هذا الوطن نعم هذا لأقول لك بأن البداية كانت من جمعية العلماء عندما كنا نحن في جمعية علماء كتلبيد عندما كنا تلمين أنا عندما جئت إلى معد عبد الحبيد الباليس بن المغير إلى قسنطينة اكتشفت عالم جديد وكأنني في مصنع إعادة سياغة الإنسان من جديد لماذا؟ لأنني كنت أعيش في قبيلتي في قريتي في عائلتي عندما جئت إلى قسنطينة وجدت نفسي أعيش مع أقصى الجنوب مع أقصى الشمال مع أقصى الغرف وكلنا نحس بأننا عائلة واحدة نعم وهذا بداية سياغة الإنسان الوطني الملتزم بقضايا أمته وقضايا وطنه وهذا يعني أحدث فينا بصمات ثانياً الالتزام بالمبادئ الإسلامية الصلاة الجماعية في وقتها بإمامة الأستاذ من أستاذ المعهد نعم عندما يحيون وقت الضهر معهد الباليس الوقت هناك نقوم أيضاً بصاب أيضاً يوم الخميس مساء كل جمعة هناك لجة الخطابة تعدنا لتناول القضايا وإلقاء المقالات والقصائد والقصص نعم وفتح النقاش لإعدادنا لمواجهة الأمة إذا كان المعهد مصنعاً حقيقياً مصنعاً حقيقياً للإعداد للإعداد فأعدنا إعداد كما توظيف الآيات القرآنية وتوظيف المعلوم لصالح الوطن نعم الشيخ عبد الحبيد الباليس مثلاً رحمه الله يعني كان شخصية هل أنت من قلت بأنه هبى من هباة الله لهذا الوطن وفي موته أحياء للأمة من صاحب هذه المقولة نعم أنت قلت ذلك قلت ذلك لأن فعلاً الشيخ عبد الحبيد الباليس هذا هبى من هباة الله لهذا الوطن لماذا؟ لأنه وضع كل ما يملك من حياته في خدمة الوطن في سبيل خدمة الدين يعني يعلم 17 ساعة في اليوم هذا بشهادة زميله أحمد بوشبال الشهيد الذي كان يعيش معه والأمثلة النماذج على هذا التضحيات وعلى هذا كذا لا تعد ولا تحصى مثلاً عندما جاء السيك عمار اللي هو يعني يهتم بالحيوانات والحيوانات هذه أول مجال قسنطينا لقي هايلمان أو يعني ضجيج وكذا هذا يمشي الأسد هذا كذا قال لهم الشيخ باديس جيبونا أماكن نمشون في فوق قالوا الشيخ أنا علماء قالوا بقتلكم يجيبونا في السيرك يعني ايه طبعاً قال احنا العلماء الزملاء وقال احنا علماء داخلين بجبة وبقميص وكذا يعني قالوا بقتلكم جيبونا جيبونا دخلوا شافوا القسم الأول من السير كذا كهو ترويض الحيوانات كيف يرويض الحيوانات النمع الأسد أنا كنا أخصص القسم الثاني كالألعاب المهلوانية قالوا قوموا قالوا ما زال ما انتهاش قالوا قالوا لا أنا جمتكم القسم الأول فقط لماذا القسم الأول أنتم معلمون وتشتكون من بعض التلاميذ أنهم لا يفهمون شوفوا لما الإنسان يملك الملكة الحيوان البحشي يلزمه بأن يطيعه فما بالك بالإنسان العاطم فما بالك بالإنسان صاحب نعم قالوا بهذا تبقيكم درس عملي حتى تتعلموا منه كيف السبيل إلى إفادة العالم الإستاني من هؤلاء هذا هو السؤال اليوم هذا التراث والميراث العظيم يعني ابن وطنه ابن قضايا وطنه مثلا في قوله تعالى جاء لفترسي قوله تعالى قصة سليمان والنملة نعم قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنودهم لا يشعون جاب أسباب الآية ومعاني الكلمات وكذا وكل شيء كذا لكن قال ماذا نستفيد نحن من هذه الآية في بلادنا وفي أمتنا قال يا ليت كل مواطن من مواطن بلدي يكون له نفس وعي النملة بقومها هذا النملة وعدت ضعف قومها فقالت ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده فيا ليت كل مواطن يكون عنده وعي بضعف أمته حتى يحمي وطره من أمه هذا تنزيل للمعاني على القضايا العائلة التي يعيشونها هذا السؤال أو ما تفضلتم به يدفعني لاستحضار قضية مهمة وهو أنه شاع بين المهتمين بالشأن الثقافي والحضاري تداول عدد من المناهج والثقافات والقيم الناشئة في الغرب بصفتها مناهج قادرة ومناسبة بالنسبة لنا في مجتمعاتنا الشرقية والإسلامية وهي طبعا مناهج قيمية إنسانية كونية ولكن ما يظهر بعد ذلك عندما نأتي لاستخداماتها بأنها ليست كذلك وبأنها لا تناسب مجتمعاتنا وهنا يأتي دور العلماء في هذا الموضوع بين حماية المجتمعات كما تفضلتم من الغزو الغربي والعلمانية وما إلى ذلك وبين الاستفادة من بعض القيم والمفاهيم الضرورية في حياتنا اليوم نعم أولا كتابي تأملات في المنطلق والمصب نعم المنطلق من أين جاءت والمصب من أين جاءت لأن عندنا هو ناس متقفون ولكنهم ابتلوا بتقليد الغرب في كل شيء نعم الوجودية الشخصانية الفينومنولوجية البراغماتية كل هذه هل لها منطلق من عندنا؟ نعم يحبوا ينبسوها لباس إسلامي الإسلام المجتمع الإسلامي أو الثقافة الإسلامية لا تضيق بالاقتباس ولكنها تضيق بالذوبان نحن لا نذوب في هذه المثل على سبيل المثال الوجودية الوجودية أنا المقال الماضي أنا أعطيت نسخة منه لسيد مليو العام نعم تأملات في الوجودية الغربية والكفة بالوجودية الفلسطينية يعني هذا الوجوديين اللي هما أنشأوا الوجودية نتيجة الحرب العالمية الماضية ومأساة الإنسان في الحرب العالمية هو الذي جعل بعض الكتاب يكتبون الفلسفة الوجودية فلسفة إنسانية طيب أين هذه الفلسفة الإنسانية مما يحدث في غزة الآن؟ أين هذه الفلسفة الإنسانية من الإبادة الجماعية التي يصلطها الصهاين الآن على؟ أين هي ما تفسيركم لذلك؟ تفسير ذلك لأن الغرب له وجهان وله ميزانان يزل بهما عندما يتعلق بالإنسان الغربي له ميزان عندما يتعلق بالإنسان المسلم له ميزانان كما حصل في أوكرانيا مثلا؟ تمام يعني قامت القيامة لما كانت أوكرانيا يعني فيها وفتحت أبواب كل الدول كل لكن لما جاءت قد يغدأ سكت الجميع كيف هذا؟ هذا لا يمكن أن يكون طبيعيا ثانيا هذا الغرب الذي يتبجأ بالمذاهب الإنسانية والأخلاق الإنسانية وقضية الالتزام وقضية كذا أين هو مما يحدث أنا في غزة؟ لا نجد له تعليل أبدا بالعكس نجد له أنه مساندة من الولايات المتحدة الأمريكية للصهاينة في إبادتهم لشعب العزع أين هي القيم؟ أين هي المبادئ؟ أين هي كذا؟ هذا كل هلا فهذه القضايا هي التي نبهنا إليها بأن المسلم من حقه أن يطلع على كل الثقافة العالمية لكن يملك حق الاقتباس ما هو ما نافع وليس الدوبان وهذا يدفعني للسؤال عن مسيرتكم العلمية أنتم انتقلتم في التعليم من الكتاتيب صغيراً والجمعية العلماء المسلمين الجزائريين القاهرة بعد ذلك إلى السوربون نعم ومن الدراسة باللغة العربية طبعاً وتعلمت الفرنسية إلى الدراسة باللغة الفرنسية والكتابة باللغة الفرنسية هذا التنوع كيف شكل هذه الشخصية العلمية؟ وقد درست الفلسفة يعني في الغرب هو كان أحد علمائنا الشيخ عمد حماني رحمة الله عليه أحد الذي يتولى بقاطة جمعية وقبلي نعم قبلي أنا وقبل الشيخ هو جاء الشيخ شبان بعد وأنا جاء بعد شبان هذا كان يقول لي عصبك القرآن من الدوبان في الفلسفة سبحان الله الحمد لله يعني أنا عندما ذهبت وكنت محصناً محصن الذات ضد كل أنواع الدوبان والحمد لله هذا مكنني من أن أدخل الفلسفة وأخرج منها بما يعود بالفائدة علي ولكن لا أدوب فيها لأن الفلسفة سلاح عند حدين نحن نقول قليل من الفلسفة يؤدي إلى الإلحاد كثير من الفلسفة الواعية يؤدي إلى الإيمان فنحن كنا نأخذ من الفلسفة الأدلة التي تحصل الإنسان ضد الإلحاد وضد الإنزلاق وضد المثلية وضد الأخلاق الفاسدة ونحصل أنفسنا بما هو نافع للفلسفة ولوطننا ولأمتنا مثلاً الوجودية نحن ندافع عن وجود الإنسان ولكن الوجودية ليست الوجودية الملحدة التي يقول فيها جانب فلسارة بأنني أعطي للإنسان الوجودي ما يعطيه المؤمن لله من حرية كاملة هذا يعني كلام عبد يعني يساوي الخالق بالمخلوق بالعكس يعني أعطي للإنسان ما يملكه الخالق لكن عندما حضرته الوفاة قال هزمتني فلسفتي يعني لأنه وجد أن عبد كما قالوا فلسفة العبد فهذه القضايا هي التي جعلت الإنسان ينوع مصادر تكوينه ولكنه يحافظ على أصالته وعلى شخصيته وعلى كل ما يعود بالفائدة على الناج وأنا أفيدك حاجة تانية أنني كنت أيضا نائب عميد مسجد بريد لمدة سنوات نعم هذا كذلك يعني في عاصمة الفرنسية أن تكون أنت يعني حافظ قائدة العلمانية هذه قائدة العلمانية في العالم كيف ترى الآن هذه التحولات الكبيرة التي جرت في العالم وفي المفاهيم الآن العالم ذاهب إلى الهاوية صحيح من ناحية القيم نعم وبين قوسين القيم والمثل التي تصدر الآن والتي أصبحت قوانين مشرعة في بعض الدول ومنها فرنسا بطبيعة الحال تعطي حقوق كثيرة وواسعة جدا للإنسان الذي تحول إلى أقل من حيوان بين قوسين نعم لأسف الشديد يعني عندما تسند مسؤولية أمة بكاملها إلى من يؤمن بالمثلية مثلا هذا يعني نزول أو نسخ أو مسخ للإنسان إلى أقل من الحيوانية الحيوان خلقه الله حيوان فهو هكذا جعل نعم لكن الإنسان الذي يتحول إلى أقل من الحيوان هذا هو الأسوأ فهو موجود نعم وبالتالي أعود لأقول بأن الإعداد الأول لأعدتنا به جمعية علماء هي الإعداد المضاد لكل هذه الأنواع من الذوبان المضاد للزلازل المضاد للزعازع المضاد لكل ما يمكن أن يزعزع والمرتكس على بناء الإنسان بناء صحيحا هذا هو هذا التأكيد على أن الإنسان يبنى بناء صحيحا ونجحت جمعية علماء في هذا أنها زودتنا بالمقومات المضادة لكل أنواع العباتيات وكل أنواع الذوبان وكل أنواع الزلازل فأنشأتنا ماذا عن دور الجمعية اليوم فضلت الدكتور الجمعية الآن والحمد لله بخير هي الآن موجودة على كل ولايات الوطن عندما استلمتها أنا كانت في بعض الولايات فقط لكن عممت الآن على مستوى جميع الولايات بلا استثناء حتى الولايات المحددة فيها شعب جميع العلماء لكن أيضا بالإضافة إلى هذا هناك التعليم هناك العناية بالإصلاح العقل هناك العناية هناك بالإضافة إلى هذا أيضا لجنة الإغاثة وهي تقوم بضع عظيم في غزة الآن وفي فلسطين بتقديم الدعم كل أنواع الدعم بعثنا الطباء بعثنا يعني شخصيات بعثنا يعني أموال يعني للآن ماشي دائماً وفضايا موجودة يعني فنساند القضية الفلسطينية بكل ما نملك وهذا يعني بشهادة أهل غزة وفوتهم وعندنا مستشفى ضمره الاستعماع في غزة مستشفى الجزائر ثم منها ثم هاجمه الاستعماع في أيام الأولى الحرب فمعناها أن جمعية العلماء موجودة والحمد لله في كل ميادين العمل وخاصة في الميدان الجهادي الفلسطيني نعم ما تفضلت به أعادني إلى الوراء قليلاً وخاصة عندما نتكلم عن فلسطين الآن وما يحدث فيها من معركة طاحنة وكبيرة جداً منذ أكثر من عشرة شهور وكثيراً الفلسطينيون وغير الفلسطينيين ما يستحضرون تجربة الثورة الجزائرية الكبيرة العظيمة التي أصبحت ثورة ملهمة يعني قبل فترة كنا نتحدث عندما نسأل عن هذه المذابح اليومية والمجزل اليومية والأعداد الهائلة من الشهداء والجرحة فذكرت الزملاء بما حصل في مدبحة عظيمة قتل فيها أكثر من سبعين ألف جزائري في مدن إصطيف ومدن أخرى في يوم واحد كان في خمسة وفعين في يوم واحد نعم هذه حوالي ثمانية ماي نعم ثمانية ماي ألف وتسعمية وخمسة وفعين هذه التجربة وكانت في شهر مايو أعتقد هذه التجربة دكتور تحيننا إلى سؤال مهم الاستفادة من تجارب الأمم ومن تجارب الشعوب يعني الشعب الفلسطيني اليوم قد يقول قائل ارفع راية الإسلام حفاظا على حياة الناس وهذا ما يريده العدو الذي يستخدم القتل فعل القتل ذاته من أجل تنفيذ مخططاته الاستعمارية على الشعوب العربية والإسلامية وخاصة على الشعب الفلسطيني كيف يمكن الاستفادة من هذه التجربة التي عشتموها وساهمتم فيها وكانت لكم مشاركة الحقيقة من أعظم وأخطر الأيام التي عشتها في حياتي أيام الصورة الدائرية يعني الإنسان ينام في الليل بحذائه لماذا؟ ما خافت أن يطب العدو عليك من هنا فأنت تلقى كيف تتسرب من جهة تانية هذه يعني يومياً ليلاً ونهار في كل وقت أنت تعيش للقضية ولا تعيش لنفسك كان والدي محكم عليه بالإعدام ومنفي لأنه كان يقوم بالعمل الجهادي هو مسؤول المنطقة في المغيع فلما اكتشف عمله ذهب إلى منطقة طورد إلى منطقة معينة يسموها أولاد جلال أيضاً في الجنوب نزعت الوطايق نتاعه كلها وحولت إلى وطايق تانية على أنه مولود في ولد جلال وببطاقة تانية وجاء إلى العاصمة وعاش معايا لكن عاش معايا بأوراق مزيفة فهذا كذلك في حدات قنبلة فمع ذلك كنت أنا أعلم في مداج جباية في ذلك الوقت نعلمهم يوم ندعى للجهاد نصبح الجند الشداد ونؤدي للبلاد كل حق المخلصين قد حملت البندقية ولها عندي مزية فهي في الخط ببالية تقتل الخصم المبين هذا كان أنشيد يتغنى بها أطفالنا في ذلك الوقت لأن كل الناس كانت معبئة للجهاد لا كان شيئاً أكثر منها هذا من جهة من جهة تانية هذا 8 ماي الناس يحتفلون بلهاية الحرب العالمية التي ساهم الجزائيون فيها بتحية فرنسا من الأنازية الألمانية أسوة بكل أنحاء العالم خرجوا يحتفلون بلهاية الحرب وعدوهم بأنهم يعطوهم بعض الحقوق فصلت العدو عليهم كل أنواع القمع خمسة وفعين ألف في يوم واحد من الشهادة ولذلك نقول لأخواننا فرنساني الآن نقولهم لا تخافوا ولا تحزنوا ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ولكم فيما عشناه ونحن مثل حي نحن مليون ونص من الشهادة في سبع سنوات لكن خمسة وفعين ألف في اليوم أضربها في خمسة ألف كم تطلع لك فنحن سبقناهم إلى هذا بعض المصادر تقول خمسة مليون شهيد هذا خمسة مليون منذ الاحتلال منذ الاحتلال خمسة مليون لكن من المصادر فقط في المدة أول نظام إلى 62 أيضا بالإضافة إلى كل هذا دكتور معلش ما هذا التوحش والتعطش إلى الدم يعني الشبه بين الاحتلال الفرنسي في توحشه ودمويته كبير جدا بتوحش ودموية الاحتلال الصيوني نفس المدعسة نفس التجاه شوف أنا عندما نشوف هذا النتنياهو يقول نحن على وش كده كان نفس الوالي الفرنسي يقول نحن نحن في ربع ساعة الأخيرة هذا سنوات هو يقول نحن في ربع ساعة ولكن الحمد لله استقلينا وانتهت ربع ساعة وانتهت ساعة ولم يحصل على شيء فهذا مدلة واحدة واتجاه واحد ويعني تعطف إلى الدماء حتى الابتسامة باللمهيدي هذا شهيد من شهدائي أطورة الدارية أحد تلاميذ جمعية العلماء هذا كان قائد من قادتها الذي نفجر وطورة أظهر نعم عندما اعتقل نكل به عذبوه كل أنواع تعذيب ومع ذلك عندما جابوه إلى الصحافة كان مبتسما فابتسامته ذكرتني ابتسامة السلماعي الهنية قلت لهم شوفوا كما شعبت الله عليه الشهداء يتشابهون حتى في الابتسامة قال لهم هل انتهيتم إلى المسخرة ولا لم تهو هذا في النبلة الصحفية هو يعلم بأنه سيعدم قالوا له كيف تبعثوا بالقنابل في قفف تضعها في المقاهي تضع وكذا قالوا هم أعطونا طائماتكم نعطوكم قفف يستهزئوا بهم فمعناها أن ملة واحدة ولكن التصميم والعزم والحزم هو الذي استطاع من خلاله شعبنا كما سيتمكن شعب فلسطين من هزم العدو وأنا واطق ومؤمن بأن الكسب والنهاية ستكون لصالح القضية الفلسطينية لأننا لم نعلم أن هناك قضية عادلة وقع هزمها أو وقع الأجسام وهذه أول ملة القضية الفلسطينية تضع في أيدي قيادة آمينة وسليمة والشعوب بطبيعة الحلة لا تنزم والشعوب دائما لديها ولا تنتهي ولا تنهار لأنها أقوى من كل الاحتلالات تمام أنتقل إلى نقطة مرتبطة بهذا أنت دائما تقول فضلتي الدكتور حفظكم الله بأن سلاح الضعفاء هو الاكتفاء بالتنديد والشجب والاستنكار حتى في أعمق ولا نحن لم نعيش في زمن الثورة الجزائرية لكن ربما مرت بظروف مشابهة حتى في أعمق وأحلك الحالات وعندما تحصل مجازر وكذا تكتفي معظم الحكومات العربية والإسلامية بالشجب والاستنكار وهو السلاح الضعفاء ومن قبل هذه المذابح والمجازر كانت أيضا تكتفي ببيانات خجولة عند الاعتداء على المقدسات والرموز الإسلامية عند الاعتداء على النبي محمد عليه الصلاة والسلام في فرنسا والسويد والناروج وغيرها عند الاعتداء على المقدسات في المسجد الأقصى وغيره ما هذه اللغة يعني حتى في اللغة وفي استخدام القوة الناعمة يبدو العرب والمسلمون ضاعفين جدا لكن العجيب في كل هذا الملفت الانتباه في كل هذا أننا نحن في موقع القوة وليس في موقع الضعف الآن نعم ليس كما قلنا في وقت جزائم كانت بعض من الدول كانت ما زالت محتلة الآن نحن نملك كل زمام القوة لماذا نملك زمام القوة؟ أولاً الغاز عندنا البيترول عندنا الأموال عندنا الاستقلال عندنا لماذا نهاب أو نخاف الصيونية؟ هي اللي محتاجة إلينا مش هي اللي محتاجة إليها ما جدوى التطبيع الآن بعد كل هذا الشي الذي وقع ما جدوى التنسيق معها في كل هذا الشيء الوقع ما جدوى يعني التعامل معها بأي وزيب أسلوبها من الأساليب ما معناها يعني هذا الشيء الذي لنفهمه نعم لما إنسان يكون عنده مصلحة في معينة قال أنا أستطيع أن أجامل اللي مصلحتي لكن أين المصلحة تكمل أين المصلحة؟ مصلحة إسرائيل هي اللي عندنا نطلع فينا مش عن العكس هي اللي تجاملنا هي اللي اتنافقنا لكن حل العكس هو الصحيح فأنا لا أفهم هذا الجيوش العربية مثلا التي تقف هكذا يا سيدي هدد بقطع العلاقات هدد بقطع بوقف التعامل الاقتصادي هدد بالتطبيع لا يكون تطبيع مكان استدعي صفراء كده عندك ببدء كل هذا أشياء لا نفهم لها ولا نجد تهتعلينا أبدا نعم وهذا هو الشيء الذي يحزش قلوبنا نعم فكيف نستطيع أن نقنع الخصم والصديق بهذه الموقف صحيح ولكن أسئلة كثيرة برسم الإجابة وإجابتها عند هذه الأنظمة والحكومات فضلت لدكتور اسمح لي أنتقل إلى نقطة أخرى أيضا تتعلق بعود على بدء فيما تتعلق بمسيرتكم وبكتبكم الكريمة نعم في المقدمة قرأنا العديد من الكتب في الفكري وفي غيره اليوم الفكر العربي والإسلامي هناك تأملات كتبتها في هذا الفكر وفي غيرها ومفهوم الزمن في الفكر العربي والمعاصر ما الذي يحتاجه الفكر العربي؟ هل لدينا أزبة فكر حاليا؟ هو نعم لدينا أزمة الفكر الآن أزمة الفكر تكمن في ماذا؟ تكمن أولاً في أننا ينقصنا الإيمان بأصالة فكرنا نحن وبإمكانية إبداع هذا الفكر يعني باستقلاليته الخاصة به هذا الشيء الذي ينقصنا نحن نعتقد أو بعضنا على الأقل يعتقد بأنه بدون دعم الثقافة الغربية لنا بدون الاستناد إلى الثقافة الغربية لا نستطيع أن نصنع الفكر وهذا غلط لأننا نملك نحن من مقومات الاستقلالية في ثقافتنا وفي خطابنا وفي فكرنا ما يشعلنا مستقلين عن كل الجهات نعم نستلهم من بعض الثقافات ننفتح على بعض الخطابات نأخذ من بعض الخطابات ولكن بما لا يتنافى مع أصالتنا وعقيدتنا وتقافتنا ومواقفنا التابتة وهذا هو المشكل الذي نعاني منه الآن يعني أنا عندما نشوف بعض الناس يعني بعض المتقفين الآن يقول لك إحنا بدون الغرب لا نفعل شيئا هذا الهزامية وهذا هو الذي جعل وهناك محاولات هدم للتراث الإسلامي نعم والعربي تجري في بعض الدول بشكل غير رسمي لكن هناك تكوين لبعض المؤسسات أو ما إلى ذلك التي تعمل على الهدم أنا جاية مثلا لقضية أن يشكك الآن في السنة مثلا صحيح البخاري مثلا يا سيدي البخاري ليس هو الذي كتب صحيح البخاري هو نقل نقل فقط الأحاديث وفي الأحاديث هناك أحاديث سندها ضعيف وهناك أحاديث سندها قوي لكن المعنى الذي لا يتماشى مع السنة النبوية الصحيحة والقرآن الصحيح هذا ضعيف سند ينبغي أن نبحث له عن تأويل فلذلك نحن نعتقد بأن العلماء هم مفاتيح القضية المستقبلية إذا توحد العلماء وفهم العلماء وتأثر العلماء في موقفهم الإسلامي الصحيح هل تجاوز العلماء هذه العوائق دكتور بصراحة؟ هذا هو المشكلة التي وجدها هل العلماء توحدوا في موقفهم؟ لا لأسف شديد أن العلماء هم تمزقوا وتوزعوا على جهات معينة حسب مواقف السلطة ومواقف الدول هذه أولاً ثانياً أن بعض العلماء يعملون على تقزيم الإسلام وهو عملاق تقزيمه إلى مفاهيم سادجة وخاطئة يعني نأتي بثاً إلى أشياء معينة الزكاة ينبغي أن تدفعها لا تدفع نقداً تدفع مثلاً كذا هل هذه هي مشكلة الأمة الإسلامية الآن؟ هل هذا هو مشكلة العالم الإسلامي اليوم؟ يعني أن لا يجوز لنا أننا مثلاً نعمل كذا؟ أو جاهد بالسنن أين جاهد بالسنن مثلاً؟ يعني يا عبي عبيدة جاهد بالسنن ما معنا جاهد بالسنن؟ هل هناك جهاد أكثر من جهاد أبي عبيدة الآن؟ والسنة تطالبنا بالجهاد نعم لو اتبعنا السنن لأيدنا الفلسطينيين الآن بكل ما نملك لكن هذه أشياء بسيطة جداً ولكن نجد بعض الناس ولبعض الناس مثلاً يستهزئون بالشهيد أسماعيل هانية مستوح منه هل هذا كلام يليق بعظمة شهيد في هذا المستوى يعني استشهد فيها؟ هناك أزمة متنوعة متعددة الجوانب ما بين أزمة أخلاقية أزمة إنسانية أزمة ضميرية أزمة ثقافة وفكر تحياها الأمة وتحياها قطاعات واسعة في ختام هذه الحلقة الطيبة أنا لا أعرف كيف انتهى الوقت وبود أن نستمر أكثر من ذلك في لقائنا الطيب معكم فضيلة الدكتور لكن ما الذي يتمنى فضيلة الدكتور؟ أولا أن نكون مسلمين بحق فنبدأ بتصحيح المفاهيم وتدقيق المصطلحات وتنزيل القيم الإسلامية على واقعنا الآن أننا إذا أعدنا حقيقة أن نكسب أثقة الإنسان المسلم فينا ينبغي أن نكون مسلمين بحق فنخلص الإسلام من الشوائب التي تلحقه ومن أنواع الجمود ومن أنواع الغثائيات ونعود بالإسلام إلى معناها الحقيق نحن في بعض الأحيان أو أنا ما أقول بعض الأحيان في بعض العلماء أسوأ محامين عن أعدل القضية لأننا نلاحظ الآن أن الناس أصبحوا يقدمون على الإسلام بفضل السلوك الذي يشاهدونه في غزة فلماذا لا نكون المسلمين حقيقيين حتى نخدم الإسلام أنا في فرنسا مثلا عندت عدة مناسبات كنت ساهمت في إدخال بعض الشباب إلى الإسلام أسألهم قلوا مالذي جاء بك إلى الإسلام هل تحب أن تخذف بلا الإسلام قل لي لا هل أنت تتزوج مسلمة قل لي لا مالذي جاء بك قل لي أنا بعض المعاملات الإسلامية التي تقوم بين المسلمين بعضهم بعض حببني في الإسلام الدين المعاملة الدين المعاملة أشكرك أشكر فضيلتكم حديثكم لا يمل جزاكم الله خيرا وفقكم الله لكل خير ونتمنى أن تصل هذه المفاهيم وهذا الصوت المبارك فضيلة الأستاذ دكتور عبد الرزاق قسوم الرئيس الشرفي لجمعية علماء المسلمين الجزائريين عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين صاحب السيرة والمسيرة العطرة المباركة حفظكم الله وأمدكم بالعافية والصحة مباركة فيكم شكرا لكم على طيب المتابعة أعزائنا المشاهدين في هذه الحلقة من لقاء خاص هذه تحيات فريق العمل تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم السلام عليكم ورحمة الله شكرا لكم